منذ تسع سنوات ولم يتغلغل اليه الكلل او يداهمه الملل الشاب النجفي ثائر المدني اخذ على عاتقه ومنذ ذلك الحين تقديم يد العوني للفقراء بحملات تطوعية وصلت الى حد شئ مجمع سكني مجاني لهم بجهود فردية واعتمادا على التبرعي والعطاء احنا اليوم نشتغل على مجمع سكني خمسين دار العوائل الفقيرة والايتام طبعا هاي كلها بجهود المتبرعين هاي القطعة الارض يعني تبرعوا بيها من الناس الخيرة احنا نشتغل صنع تسع سنوات بداية بشغلات بسيطة هو ترميم البيوت بالاضافة الى سلات غذائية تزويج الشباب فصار عدي علاقة يعني هاي العوائل يعني من اوصل هاي العائلة ونزل على الصفحة واطلب لها المواد البناء وهو السكن يعني انا متأكد مليون بالمئة من ذول فعلا محتاجين زيادة ملحوظة بمعدلات الفقري وانتشار العوز شهدتها النجاف كحال غيرها من المدن امر اجمع عليه متابعون ارجعوا ذلك الى عدة اسباب من ابرزها تعويم العملة الوطنية وارتفع الاسعار الذي يلقى بضلاله على شريحة الفقراء وهو ما زاد في الوقت نفسه من وتيرة الاعمال التطوعية الشبابية في المحافظة قالوا احنا ايتام عائلة ما الايتام وعنده اربعة اطفال بهم سكر بنات اثنين ولد اثنين وعشت بالي جار ست سنوات لا احد يعني ساعدنا ولا احد من نظرنا لما رب العالم انهتفلنا بهذا الوليد ثاعد وجخذانا وانا ناشد الدولة وناشد الناس الخيرة يعني تمدي ايد هويات ساعدة لان ذول ايتام وناس فقرة نشوف صعود الدولار الفترة الاخيرة اثر سلبا اكثر بالاضافة الى اوضاع كورونا بالاضافة الى الوضع الاقتصادي للبلد اللي يوم يوم تدهور يوم بعد يوم طبعا هذا ان كل اسباب ادت الى انطلاق مثل هذه المبادرات ويأمل ثائر اكمال مشروع السكني المجاني الممتد على اكثر من ثلاثة دوانم من خلال تقديم يد العون من قبل المعامل والشركات الوطنية الصناعية والتجارية التي قال ان المساعدة منها ستسهم في اكمال المشروع سريعا لتسليمه الى الفقراء دون مقابل من النجف محمد رزاق التغيير